موسيقى سواء العصير او القشور دياله غادي نتكلموا عن الخل بكل انواع دياله سواء كان الخل العادي او الخل الابيض اللي بدونك نشوفه مؤخرا الاستعمال دياله بشكل كبير وغادي نتكلموا اهلا سيدات اللي كيفضلوا دوك المخللات الترقاد اللي كيعملهم في الدار كل هاد الامور غادي نقشوها اليوم مع الدكتور عبدالخالق الرمضاني لهو اخي صائف تغذية والعلاج بالمواد الطبيعية فمرحبا بكل تساؤلاتكم اللي هي مرتبطة ما تنسوش بامكانكم ايضا توصلوا معنا عن طريق الرقم خمسين تمانيين اللي اكتبتو في اول اسمس كلمة صحة اس ا اش ا خليتو فرع صغير وبعدتو بسؤالي لكم لهذا الرقم ثم الاسمس والستديل دراهم مع احتساب الرسوم مباشرة غادي نمشوها عند دكتور عبدالخالق رمضاني صباح الخير واهلا بك عاشر كمروك ان شاء الله كل عام وانتبقى الف خير الحقيقة ان شاء الله larger din check واشنبروك الجميع المستمعي وانتمنى لهم يكونوا الايم اللي فاتتوا ڭنز مع الاوم والايم اللي باقيا ان شاء الله ان شاء الله انشاء الله and continue to be a job بلايال ك occupants في الارباه موقع انا في الخاصة نزيروه جو profiles وانتمنى ان شاء الله ان شاء الله تدورش في احسن مجتمعيات المستمعي يا ربي ان شاء الله هدا ما كانت منته ضائما شوكرا لك توا паль�د الدص اللي اليوم سنتكلم عن الحوامض على المخللات على كل الأمور هذه كنا عارفو أنه بزاف ديال ناس دكتور عبد الخالق كيف يفضلو هذا الماضاق, كل ما فيه هاد النكهه ولذا الماضاق ديال نوعا ما يكون حامض سنتكلم اليوم بقشور دياله جدد على استعمال دياله في مختلف الوصفات والشهيوات التي يحضروا سيدات في البيت سنتكلمو علي عسير الحمض سنتكلمو علي الخل كدلوك وانواع دياله كنسمعنا الخل العادي على الخل الأبيض على الخل التفاح ونتمنى إن شاء الله أنه الوقت يكفينا اليوم وغادي نتكلمو كذلك عن المخللات أو للترقاد بعض السيدات سواء كياخدوشي حاجة ليمحضرة من قبل مثلا من الأسواق أو لكي يعنوذك الترقاد عليديهم في الدار نبدأ بالاستعمال ديال الحامض لقشور دياله والعصير دياله القيمة الغذائية دياله دكتور عبدالخلق رمضاني ربما وقالا إلا حاولنا نتسعوق شوية في هذا المعطا هذا يعني في القيمة الغذائية في المنافع ديال الحامض في المنافع ديال الحوامض كاملين من فضل مدروش أنه لا سيتخص للمونوم سيتخص ديالسيوزا يعني الحوامض كاملين مما فيهم لك الأنواع اللي كعرفون سيدات السادة اللي هما الحامض اللي هما اللي هما اللي هما المانضالين يعني لقاح الحويجات اللي احنا عارفينهم وقنصنفوهم في هاد الخانة هالي دياللي سيتخص هاد ليسيتخص الخاصية اللي عندهم ربما وقالا الناس سيدات السادة أكتر هيك يتعاملوا معهم كفخوي أنا الفضل نضيف لهم كذلك يحتب التعامل معهم كزيوت أساسية ربما يعني في حلاكة وربما نستغلوا الحلقة ديال اليوم باش نعطل سيدات طريقة ديال ديال استخلاص ديال باش يتنفعوا بهضلنا على التخلال نعم وكينا واحد طريقة ديال استخلاص واحد مكونات ديال مشاعر ديال الحوامض ما يحتد إلى الأعشاب طيبية كاملة بحكمه لأن نحنا غد نترقو حتى حتى الخل فكينا طروق ديال باش أننا نستخلصوا واحد العدد كبير ديال المنافع اللي كينا في الأعشاب الطبية اللي احنا بينشرو بطبيعة الحال خاصة يكون واحد عارفين عاشنا هي الأعشاب من فضل نبقوا في الأعشاب اللي احنا موالفين كانت نتعاملوا معها باش نستخلصوا واحد العدد الكبير ديال المكونات ديالها بفضل هدا بفضل الخل والأنواع دياله أنا ركا نفضل الخل ديال التفاح يجبا كيبقا كأساس ممتاز باش لاستخلاص هاد المكونات هادي باش رجعوا للحامض كاللقوا سيدات مثلا كاللقوا كي صاحبهم مثلا في الحيمية ديالهم مثلا سيدات السيدة اللي كيكون عندهم واحد الهدف مثلا انهم ينقصوا في الوزن ديالهم كاللقاهم من بين المشروبات اللي كتكون محبة ديالهم هي واحد المام مع شفية ديال العاصر ديال الحامض وهدي هذه معلومة لي فعلا اعطت المنافع ديالها ولكن بطبيعة الحال بدرورة انها تكون هادي مصاحبها يعني واحد من نظام غدائي اللي هو شامي يعني ما نكتافيوش ما نقولوش على ان هاد الحاجة بوحدة هي اللي غدا تعاولنا باش نقصوا في الوزن لكن بانسور اللي دخلناها في ذاك النظام الغدائي الكامل اولا اكتر من ذلك وستدناها احتل نظام ديال الهيجيان ديالهي ولا نظام 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 العيش فيعني دخلنا فيه كذك شور الرياض التمارين الرياضية الحركة طبيعة الحال الراحة النفسية يعني ذاك الوجداني واحد العدد الكبير ديال الحويجات اللي كيكونوا مهمين هذا الانسان باش تكون عنده واحد صحة جيدة فالحامض كيبقى حاضر بزاك في هاد الحالة هذي كذلك بالنسبة للناس اللي كيعانيو مثلا من البعض مثلا كل وجبة غدائية كيقدروا كيعانيهم واحد يا اما خاصة بالنسبة للناس اللي الله يهديهم على الدات ديالهم كيكتروا من المواد الدهنية كيكتروا من المواد اللي هي الحلوة بزاك وبالتالي فقد احنا كنعرفوا التأثيرات اللي كتكون تانوية عند الصحة ديالنا فربما مشروب ديال الماء والحامض مشروب ديال الحامض فكيكون هنا ايا بيان فالطبيعة الحال لانه كان الامكاني ديال انه يقدروا تسبب لنا في واحد الحموضة ولكن هنا عند الحساب الناس يعني كيه الناس اللي كيقولك انه اللي شرب تلحصر ديال الحامض فقد بدأت جيني هذيك الحموضة ديال بيغوزيز كنحس بالحموضة قطلع ليا فهنا من الاحسن انه يتفادوا الاستهلاك دياله من البعد من البعد للماكلة مباشرة اذا هنيا كعوننا اولا انه كيسرع الوثيرة الوثيرة ديال الهضم وبالتالي الهضم ديالنا كيدوس في واحدة في واحدة ضروف اللي هي مزيانة كذلك فهو ممتاز الكابيد بحكم على انه كيسرع الكابيد تخرج الافرازات ديالها و المرارة تخوي داك المخزون ديالها بحكم على انه هذيك الهبوش اللي هي المرارة تخوي داك المخزون ديالها ويدوز داك شي بواحد الشكل اللي هو ممتاز و كيف ما كنعرفوه ان هاد طريقة هادي هاد المسلك هادا هو مسلك مهم لتخلص من دهون خاصة من الكورستغول كما كنا عارف طريقنا لها في واحد الحلقة من الحلقات اذا اضفنا الهادي ان احنا التغذية ديالنا كانت فيها واحد العدد الكبير ديال اللي هي مهمة فهنا هي كنكون داخل هذه كاملة مسائل داخلها في الحمية نظرنا على القشرة ديال الحامض كندخل قلقه هادا خلاف واحد العدد الكبير ديال المكونات القشرة ديال الحامض كيف ما تذكرنا احنا ديال الحامض ديال ليمون ديال ليمون دعوين ديال بامبلوموش ديال قهلي سيتروس كاملين فكيف ما كنا اتطرقنا على ان الزيوت الاساسية اللي هي مكونات اللي هي فعالة قلقوها في بنسبة للحوامض بالنسبة للسيتروس كنلقوها يعني الشجرة ديالهم كنستخلصوا الزيوت الاساسية كنستخلصوها من الورقة ديال الشجرة كنستخلصوها كذلك من الوردة وكذلك كنستخلصوها من القشرة ديال هاد الحامض والمكونات ديال هاد الامور كلا كتختلف على حساب مين استخرجناها دكتور عبدالخالق رمضاني ولا هي مكونات وحدة بطبيعة الحال كتختلف واحد شكله هو مشي كبير ولكن كتختلف الدرجة اللي هي مهمة الدرجات مثلا انه اللي اهدرنا على الفوتو سنسبلزازيون وهذه معلومة مزيانة ان احنا نضيفه لها وحنا كنا اطرقنا لها في واحد العدد الكبير من الحلقات اللي هي الفوتو سنسبلزازيون عشنو هي الفوتو سنسبلزازيون هي ان هاد الزيوت الاساسية وله هاد المكونات هذي يعني قدروا احتفل الاستهلاك ديالنا ديال هاد الفخوي هادا ففيه من المكونات دياله اللي كيخلي تأثير ديال الشمس على البشرة ديالنا يطلع بزاف وربما كنا اطرقنا لواحد الحلقة اللي هادرنا فيه على الفوتو سنسبلزازيون يعني الاعشاب اللي كنا اللي كتقدر تأثر لنا في هاد تمشي في هاد الاتجاه هذا كتأثر بالدور والحوامل خاصة زيوت الاساسية ديالها فهي معروفة عليها هاد الخاصية وكينا احنا واحد العادة اللي هي ممكن تستعمله ربما خاصة في الفرنزاز وحنا دبا الوقت دياله يعني كنلاحظوا على انه واحد عادة كبير من السيدة السادة كيستعمله بعض زيوت الاساسية او لا في اغلبية حين كيستعمله يعني واحد يعني مرقد ديال الحامض او لا العصير ديال الحامض وهنا في هاد الحالة هذي كامل كيقدر يكون هذيك المكونات اللي هي فوتو سنسبلزازيونت يعني اللي كتكتر من التأثير ديال الشمس على البشران بتاعنا وكيدهنوها البشر ديالهم وكيتعرضوا الاشيعة ديال الشمس هنا النتيجة شنو هي كتكون هي ان هذيك الاشيعة ديال الشمس كالفعالية ديالها كتكون اكتر بالدرجة انها تقدر توصل لحروق هاد الشيء ليش مزيلا ان احنا هنا هنا اللي كنا غنستعملوا هاد المكونات هذي يعني اما تعرض لنا تعرض ديال الشيعة ديال الشمس مباشرة بشكل غير مباشر تكون بواحد شكل ديهو قليل او ليلة كنا بغينا نستعملوها الواحد الهدف من الاهداف اخرى من الاحسن ان نستعملوها بالليل نعم غدين نرجوك كذلك وسؤالي لك هذه المرة غديكون دكتور عبدالخال قرمضاني على التأثير ديال الحوامد مع الصيام كيفاش كيكون غدين نرجعو ان شاء الله نجابو على هاد السؤال دائما ببرنامج صحة وسلامة مرحبا بتواصلكم معنا ومرحبا بكل التساؤلتكم ان شاء الله نجابو عليها في الحلقة كذلك ما تنسوش تواصلو معنا عن طريق رقم 5080 كتبوه في اول اسماس كلمة صحة خليوا فرغ صغير وبعتوه بسؤال ديالكم لهذا الرقم ان شاء الله نجابوه على كل اسئلتكم في الحلقة دياليوم راجعي لكم قديم قول لحظة مع الفاصل على مدغة دائما الاداعة القريبة منكم مرحبا بكل الاوفياء في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة اليوم معنا الدكتور عبدالخالق الرمضاني اخي صائف تغذية والعلاج بالمواد الطبيعية فمرحبا بكل اسئلتكم اليوم كانت تكلموا على الحوامد طبعا بكل انواعها رقم تواصل معنا 05 22 46 72 50 51 او 05 22 43 00 09 ستعود عن طريق رقم خمسين ثمانين اللي اكتبتو في اول اسمس كلمات صحة اس ا ا اش ا خليتو فرق صغير وبعتوه بسؤالي لكم من رقم خمسين ثمانين قبل ما قد نجوه على سؤال ديالي دكتور عبدالخالق الرمضاني ماشيو نتواصل مع المستمعين للكيرام سؤالي كان على الحوامد واش كيزيد التأثير ديالها مع الصيام يعني خلال شهر رمضان الكريم نماشيو نتواصل مع عبدالفتاح معنا من مدينة اسفي صباح الخير عبدالفتاح حالو السلام عليكم وعليكم سلام ورحمة الله اهلا وسهلا بك تحية معطرة بورود الى جميع المغاربة من طانجة القويرة ورمضان مبارك ساي اهلا وسهلا بك علينا وعليك عبدالفتاح وكل ما كتمنى السؤال للدكتور الرمضاني هو كالتالي اليوم اعتقافة الاطباء كتقول لك التغذية على حساب فاصيلة دموية ديالانسة خمسين دكتور اياك اسمعي عشان اي الفاصيلة الدموية لك تقبل الحوامي اواخا نجوبوك ان شاء الله عبدالفتاح النعام عبدالفتاح يتيك وشكرا العافو شكرا لك عبدالفتاح تواصلتي معنا من اسفي نمشيو نتواصل مع عزيزة كدلك على الخط من مدينة الضارة البيضاء صباح الخير عزيزة صحيح النار أستاذة اهل المسهلا ماذا سعليكم الحمدريله عزيزة مرحبا بك صباح الخير دكتور صباح النار ليلة صباح النار ليلة عندي واحد سؤال كنت واحد المالولة ما عرفتهوش صحيحة ولا خطأ ايه البومبلوموس العسر ديالو اللي اتخاذ مع عسر ديالو اللي كان الانسان كياخدو حد دواء ديالا تنسيون لأي دواء كيدين الكنسنترسيون في الدم وشرب ديال واحد تلت يام تابع قال كيقدر يؤدي الوفاة اوخا نجوبوك وشاء الله وكان سؤال اخر ايه يقول لك الماكلة ديالت هولا تحنها في العسر قال لك اا شوية مسمومة تقدر بدي ما يمجر شي مشاكل ولا شي حالي اوخا نجوبوك ان شاء الله عزيزا شكرا لك كنت معنا من مدينة الدار البيضاء اذا نجوبو على السؤال الاول يلعب الفتاح دكتور عبدالخلق رمضاني يعني مسؤول على مسألة اليوم بينا كنسمعو في هل عنده الحق بينا كنسمعو بزاف على انه كل فصيلة دموية عندها غذاء اللي كي ناسبها هو كان سؤاله في حال كان هاد الامر بطبيعة الحال وانت هتقول لنا واشكين ولا لا شنو هي الفصيلة ديال الدم اللي كتقبل حوامض وممكن ميأتروش عليها نبغي نعود ربما هاد المسألة هاده ديال تغذية وفاصيلات الدم هاده موضوع اللي كنسمعو بزاف بينا ريج بزاف مؤخرة بينا كيتداول بزاف نتمنى ان هاد المعلومة ديالي بتخدب عن جد فمليكن هادروه على التغذية مليكن هادروه على المعلومة المعلومة العلمية بمعنى انها اللي هي واضحة كي ما كيخفى على التشي واحد بالاخص الاخوان المختصين في التغذية فالتغذية فهي واحد العدد كبير ديال النظريات لربما في كل اسبوع كيتخرج واحد المعلومة اللي هي جديدة يعني كدام كين واحد عدد كبير ديال الاضافات فيما يخص التغذية وفاصيلة الدم فهي واحد ما كيناش دراسات اللي هي علميا مقبولة اللي استدنينا واحد دراسة ماشي دراسة واحد واحد اللي كانت دارت في الحياة ديال واحد ديال ديال جنراسيون معناه انها ديال واحد الطبيب وديال ابن ديالو ليكمل الدراسة باش خرجوا بواحد العدد كبير ديال ستينتاجات ولكن هذيك ستينتاجات معناه انهم مقدرناش ما نقدروش نبرهنو بيهم يعني ما نقدروش نمشيو بيهم ناخدوهم كاساس ومدو نصنفو الناس ونطرهم تغذية ديالهم على حساب الفاصيلة ديال الدم انت عندك هات الفاصيلة اذا خاصك تاخد للحم اكتر انت عندك هات الفاصيلة اذا ما خاصكش تاخد الحم باساسا يعني هذي يعني كما كنقوله ولولي الاسب ان هاد المعلومة هاد الموضوع سمعناها كيت تداول بزاف وكيف ما ذكرت يعني الاساس العلمي ذاك الدليل ذاك اللي زيتو ديال الصح يعني ما كنش نحن نجوب هاد المرة على السؤال عزيزة من مدينة الدارة البغداء كان سؤال دياله الأول سولات على البمبلوموس بالنسبة للناس اللي عندهم تنسيون قالت انه ربما هي اسمعات على انه الناس اللي شربوه ثلاثة ديال ايام كيف ما شارت متابعة ممكن لقدر الله يؤدي الوافاة دكت هذا موضوع لي هو مهم ألا وهو للتفاعل التفاعل ما بين الآشاب الطبية ما بين مكونات الغذائية والإدوية ها demás ترجمة niche هاتث ثلاثة الحويجات اللي إحنا تطمئنوها اللي هما اللي هما الأدوية واحد لأصا اللي هُما اللي نودخيمs ولحت المكونات الغذائية اللي إحنا نتصل لهم من أحمد أمينية من أحمد دهنية من الفيتامينات من أملاح من عزيزة وي تلك من مكونات أخرى اللي إحنا نستعملوهم كما نعرف أهم هم يبقى هما الأعشاب الطبية وزيوت أساسية كذلك فهذه الثلاثة الحويجات فالضروري يكون واحد التفاعل بينتهم اللي خاصنا نكونوا ضبطينهم ونحن نعطي واحد المثال دير واحد المثال اللي كان دير واحد درجة كبيرة هو بعض السيدات اللي كانوا كيستعملوا في أوروبا كانوا كيستعملوا أقراس لمنع الحمل وهذه المعلومة اللي كنا نحن في فيتما نذكرناها نذكره بيعا كانوا كيستعملوا واحد الأقراس اللي هي دير المعنى للحمل وتبين على انها دوكسيدات وخاقي يستعملوا الأقراس في الوقت ديالها واحد الأعداد الكبير ديالها مع ذلك كانوا كييحملوا إذا السؤال اللي كانت تطرح واش حين تهذه الأقراس ما عندهم شفاعلية ديالهم واش حين تلدوز بشي هذي او شنا هو السبب يعني من البعض يعني بحث فاشتر تبين على أنها دوكسيدات كيف يمكن أن يستعملوا إنتيزان غولاكسان يعني أن يشربوا واحد المشروب واحد الخارج دي الأعشاب المعروف عليه على أنه مهدئ اللي هو الميل بيرتوي أو ليوفاريقون إذن من البعض مشاركت الدراسة أكثر وتبين على أن هذا الميل بيرتوي اللي هو ليوفاريقون اللي هو واحد العشاب اللي هي كما بالنسبة للإخوان الصائد للإخوان العلميين اللي سوف يفهمون المصطلح هذا بمعنى أنهم يجعلون واحد الأنظيمات اللي كانت في الكابين أنها تخدم أكثر وبالتالي كتسرع من الواترة ديال أنه نتخلصوا من هذه المكونات اللي هي الفعالي للحالة ديالالناس ومكتعجش الفعالية والفعالي ديالها ما كتكون البومبلوموس البومبلوموس هو فعلا موضوع في الواسط ديال واحد العدد كبير ديالتفاعلات مع واحد العدد كبير ديالالأدوية كي منهم اللي كيكتر من الفعالي ديالهم منهم مثلا بعض الناس اللي كيستعملوا كياخدوا واحد مشروب كتير ديالالبوموس ولو أنه هذي كاملين حويجات اللي هما يا غيست الدمودري خاصة في تعمل ديالهم في يعني كينش حويجات اللي باقين في قيد الدراسة يعني أشمل 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 سيتوكهم كي أشمل أشمل فين فين لسيد داكسون دياله فين الفعالي ديالبوموس كين ماشي على البنبلوموس أو الكين لتقاتل من الباكتوي كان واحد عدد كبير ديال ديال الأعشاب يعني هدرنا على الحوامد لعندهم هذي الخاصية هذي ديال الإمكانية ديال أنه يتفعلوا مع الأدوية هذك شي علاش الأدوية كالنصح هو واحد نصيحة كبيرة لأنه في الاستعمالات ديالهم دائما تكون يعني بعاد على أي استعمال ديال شي حويجات ديال حتى ديال بعض المكملات غذائية حتى بعض بعد المرات حتى مع المشروب ديالشي نفضل على أنه يكون واحد يعني يكون واحد الفرق اللي كناخده ما بين الوقت اللي احنا كناخده فيه الأدوية ديالنا أو الوقت اللي كناخده فيه البنبلوموس بما يخص المعلومة الثانية اللي كتخص هنا كانت كاستنتاج هو أن البنبلوموس فعلا كين هو يعني كمتهم في واحد العدد كبير ديال التفاعلات مع واحد العدد كبير ديال الأدوية اللي احنا كنستعمله خاصة كما كنعرفو كان فيهم ديال الضغط الدموي كان فيهم ديال مشاكل ديال القلب منهم لم يضعون يعني واحد العدد كبير عنده التفاعل كذلك مع الديجيتاليك واحد العدد الأدوية هي ديال ديال فيلم فارفيتال واحد أدوية أخرى ديال المشاكل ديال الصرع يعني عنده واحد تفاعلات ديال واحد مع واحد العدد كبير ديال الأدوية كان سؤال ديال هاتاني ديال عزيزة بالنسبة للقشرة نعم ديال الحامض قاتل وش ممكن تكون مسمومه في بعض الحالات إلا تخلطت مع العصير بالنسبة للقشرة القشرة احنا اتكرناها على الزيت الأساسي ديال القشرة هي الموطين هي البلاسة فيكين واحد نوع ديال زيت الأساسي ديال هاتل السيتروس الاسسانس ديال جست إذن هاداك شحال ما كتننا في هاداك القشرة شحال ما كتكون عندنا حاضر معانا واحد العدد كبير ديال الجست ولكن خاصنا نعرفو على أننا خاصنا واحد الكيمية كبيرة ديال القشرة باش نحصل على واحد الكيمية قليلة ديال الزيت الأساسي عولات ديال المكونات ميل سيت خلال ميل كومارينيك ميل كومارينيك ميل اتربينيك ميل جامع مكونات واهدو كامل مكونات لانا اذكرت ليهما مكونات ليهما مزيانين حت هما لغالبين كي ننكلقون في الاسترووس يعني ما كلقوا شيهم دوك المكونات اليهم كي يخلعونها من القبيل مثلا خاصة ما كلقوش في واحد كمية كبيرة دياللي سيطون كالقوه واحد كمية اللي هي قليلة. وهدو السيطون ربما من البين المكونات اللي احنا كنا نطرقنا لهم على انهم عندهم واحد... عندهم واحد موانع لاستعمال اللي هي كفيت منا نتكرناها لأنهم البين اللي حويجتلي فيهم لأنه هم ممنوعين على الناس اللي عندهم مشكل دياليبيبيبيبيبيبيبيبيبسي للمشكل ديال الصرح.. mettre الصرح مين الناس لسيدة الحوامل سيدة المرضاعات والأطفار كدلك. يعني هادو ما كانينش في ما كانينش بواحد كيمية اللي هي قليلة في فيلوجست ولا في العاص في القشرة ديال الحوامد اذا استعمال ديالهم في بعض الخلطات واستعمالات ديالهم في بعض العاصير يعني ربما كان واحد الحمد لله كان واحد تفنن ديال ابتكار في 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 الاطباق ولا في مشروبات اللي احنا كنشربوهم اللهم النصيحة اللي نكون هو نسبة ديال السكر في المشروبات اللي نكون على الاقل الى ما قدرنا نحايدوه على الاقل تكون بواحد شكالي هو من الخاف نعم كان سؤالي انا دكتور عبدالخلق رمضاني الحوامد واش كي يزيد التأثير ديالها يعني كنتكلم لها مستوى الحموضة مع الصيام على مستوى الحموضة لا بالعكس في كينا بعض الدراسات اللي ترقت حتى على ان الحامد صنفاتهم البين للحويجات اللي كنسمهم دي الطنبون بمعنى على انهم كيتعملوا على انهم اا يعني بازيك في شي حاجة ليه ااسيد في شي حاجة ليه بازيك بمعنى انهم كنحس تقدرون اخرين قدرون في بعض احيان نحسوا بالحموضة ديالهم في الفم ديالنا فرمشي معنيتها على انهم في الدات ديالنا غادي تكون مادة يعني تكون غادي اضطروا لنا وغادي كتروا لنا من الحموضة بالعكس في التفاعل ديالهم اا فكن احنا كنستعملهم كاريمون في العكس ديالها باش نقسم للحموضة ديال في الدات ديالانسان يعني هذه مسائل اللي هي بالعكس فنحن كنحبد المشروب اللي كيكون فيه الحموضة ليش لانه بغض النظر على الكيمية ديال الماء اللي احنا كنتناولوها فالمشروبات اللي كنكون فيها ملكاها ولي كيكون مابين مكونات ديالها اا الحموض كتخلينا على ان احنا يكون واحد الاقبال اكتر على شرب السوائل خاصة اذا وحنا كنعرفوه هاد السوائل اللي كتقتهي كذلك مصدر ديال الماء اللي احنا كنحتاجوه اضيف الى ذلك هو ان هنا وهذا المسألتها هي من مشي يعني يعني مقدرش نقصوق من الاهمية ديالها الا وهي ان الحوامد ان الحمض والرنج البنبلوموس كاملة مكونات لي فيها كذلك يعني درنا قبيلها لانتخيمون فيها واحد العدد الكبير ديال الفيتامينات وفيها واحد العدد الكبير ديال المكونات ليها فيها واحد المنفعة لدات التعالي نعم نرجعلك دائما دكتور عبدالخلق الرمضان يا اخي الصائف التغذية والعلاج بالمواد الطبيعية دائما في حلقة اليوم وبرنامجكم صحة وسلامة فاصل ونعود لنواصل الحوامد بمختلف انواعها فيها الكتير من المنافع بحيث تثبت علميا انها كتساعد على عملية الهضم كتنشط عمل كابيد وكتكون احسن رفيق للناس لكيكون عندهم هاجس لانقص الوزن لكيكون زيد ولكن السلاكة لازم يكون بعيد على الواجبات وعلى الوقت ديالتناول الادوية لانه اكيد احتمال يلتفعلها مع الادوية بحل مثلا العلاج دي وخاص بالضغط الدموي وحتى مع بعض الاعشاب الطبية والاهم ان الحوامد وعلى غرار باقي الاغذية لازم تعاملوا معها كغداء وماشي كادواء كانت هذه فقط نصحة اليوم وتوصلنا مفتوح مع كل اوفيا في برنامج صحة وسلامة فمرحبا بكل تساؤلاتكم 052-42-72-50-51-52-0-522-3-0-0-0-9 كذلك عن طريق رقم 5080 كتبوا في اول اسماس كلمة صحة خلوا فرق صغير وبعتوا بسؤالكم هذا الرقم اخديم شو هاد مرة توصلوا مع بقي المستمع الكرام ومعنا نزها على الخط من مدينة الضارة البيضاء صباح الخير نزها محمد لله كديرا لبس عليه الحمد لله نزها اهلين وسهلا رمضان مبارك سعيد على المغاربة جميعا وعلى الامة الاسلامية كافة يا رب امين شكرا لك كان رحبته بالاخي السائل اللي معانا والسؤال ديالي هو استعمال حامض مع الزنجابير وحتى كان شربوه كان كترف استعمال دياله في رمضان واش عندو شي يعني شي شي عواقب زعمال كترة استعمال يعني تقريبا يوميا انا كنشربوه واخا نجوبوك نزها واخا نجوبوك نزها انا ماشي انا لك نحضره كحضروه في البيض يعني يضرب الليمون والزنجابير والسكر واخا نجوبوك نزها واخا نجوبوك نزها شكرا لك توصلتي معنا نمشون ناخدوك نوال من العاصمة الريباط هي معنا على الخط صباح الخير نوال نوال صباح الخير السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله شكرا لك نوال شكرا لك نوال شكرا بغيت نسخصي الدكتور نعم قال على المصابين بالابيليبسي وشعندهم تغذية خاصة مخصومش يكلوا هاد شي ما يشربوش الحامض بزاف مياه موخة نجوبوك وبغيت نسهول على الحامض تناخدوه على اساس باش نضعف نعم واش قبل قبل الماكلة ولا من بعد الماكلة واشنطريقه وتنتمنى ان شاء الله بغى نتصل بالدكتور باش مشين عندو العيادة نعم شكرا لك نوال توصلتي معنا نعم نوال لا انا اخديتني مغو التليفون وتنتمنى ان شاء الله نمشي عندو مرحبا نعم حيث عندي الوزن زائد شوية وعندي الأغني اعطاني فكرة نوال Ыม ماكله والوزن depending واشنال لندك من الطول الوزن ديال انا مترو 63 يىو م quê SU Urb واشنال لندك فالوزن في الموازن عندي سبعين لا 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 تمانين انا سبعين بغنوثي هو اخي ان شاء الله هي اللي سابقة عقل عليها وعندي عندي زم ما ما عجنيش راسي عندي اغنيه ودائما طبيب يقول اخي سنقصي نعم نجاوبك ان شاء الله ناوال شكرا لك توصلت معنا من الريبات والاهم هو السحة والسلامة طبيعية الحال ماشي نوصل الوحد الوزني هو متالي باش مدون لبسه ودك شي لغيجي معنا الاهم هو السحة والسلامة ياكدو في رعب الخالق نجاوبو على سؤال يلنزها سولات على الاستعمال ديال الحامض مع سكين جبير وفعلا هو من الاستعمالات اللي هي شائعة بزاف عند كتير من الاسر المغربية وهد الاستعمال هدا انا شخصيا كنا حبدو نعطي مثلا بسيد السيدات الحوامين السيدات الحوامين كي عانيوا من المشكل ديال كما كنا عارفوه كنا نتقيوا نعم يعني كنا لنوزي كي بقى بطبيعة الحال كنا نعاونوهم في التغذية لما يقسموها كل مرة يتناولوا واحد الكيمية اللي هي قليلة ولكن كطريقة لمحاربة هاد المشكل هدا طريقة طبيعية واللي ما عنده حتى شيتخوف هي هاد الخاليط هادة اللي هي الجنجوم بسكنج به والطريق بطبيعة الحال وربما كين وحد العدد كتبير ديال طرق استعمال دياله وطريقة البسيطة لينقدرون ندخد شين الوقت نقولوها لهم هي كي اخدو بطبيعة الحال ثلاثة جذورة تقريباً يكونوا طريين يكونوا غابة كيحكوهم وبعد كيكبوا عليهم واحد اللي ترونس تقريباً ديال الماء الطيب يعني اللي يكون غالي من البعد منهم كنخليهم يترق إزقاوا واحد شوية ومن الأحسن أنه كاريمو إباتو إلو لقدما كنصفه وكنضيفو له واحد شوية ديال الحامض ومن البعد هناك يبقى المشكلة ديال المضاق دياله وليك يبقى شوية ديال الوقو ديال كيميل سكينزمير في النيسان سمحني إن دكتور عبدالخارق نزها قالت أنها كتزيد سكار بطبيب الحال هنا أعلى سواحد العادة كبيرة ديالك يضيفو السكار هنا إلا ضفنا له يعني إلا كانت عدنا الإمكانيات ديال أن نحن نحليه بشوية ديال العسل فارت الماكين هناك يكون المنفع دياله أحسن خاصة عند الصائم وحنا كنعرفوه الأهمية ديال العسل ربما ديال السلح هو وحد الكيمية اللي هي قليلة وطبيعة للحال إنه خاصة مع مراعاة الناس اللي عندهم داء سكري إنه الكمية اللي خاصة يستعملوها منه خاصة تكون بواحد الشكل اللي هي معقلاً بزاف وداخلها في المكونات يعني داخله في الحاجيات اليومية دياله من السكريات هناك يبقى مشروب لانا شخصيا كنحب دو انه يكون في الاطبق ديانا بالاضافة الى هادي فهو بطبيعة الحال هو كيعوننا حتى في الهضم ديانا وبطبيعة الحال بحكمة لانه هو انتي اميتيك يعني مضاد لاذيك المشاكل ديال التقييو فرامل بين حويجات الخرين اللي كيقدر ينفعنا فيها كدلك حتى بنسبة الناس اللي قد يكونوا مثلا على صفر وكيكون عندهم ذاك المال دو الترانس بور فرامزيانا يعني ذاك المشاكل اللي كتكون عندنا عندهم في وقت الصفار خاصة التقييو فهم زيان على انهم يكون عندهم هذا المشروب قبل ما يسافروا وحتى في وقت ديال الصفار لهم كمرة مرة يستعملون انه واحدة الكيمية اللي كتكون شوية مناسبة ناول منرباط السولات على المصابين بالصراح واش كينش تغذية اللي هي خاصة بهم؟ هي من ناحية تغذية ولكن المسألة اللي نبغي نشير لها ولي كتبقها مهمة بزاف تكرنا قبل الميل بيرتوي اللي هي وفارقون تكرنا البومبلوموس كان واحد خاصة لأنه أشمل أدوية اللي هي كيستعملوها هناك تبقى مسائل اللي خاصة نعرفوه هو أنه واحد العدد الكبير للأعشاب طبيعية اللي عنده واحد تفاعلات مع هاد الميديكام والأدوية بالأخص هنايا العلاقة كينا مع الأدوية اللي الناس كيستعملوها ماشي يعني هنايا بطبيعة الحال كيخاص يكون واحد للستشارة ديال يعني مع مختص قبل ما كيكون هاد إنسان غيستعمل بعض الأعشاب طبيعية ولو تكون بلا سيزون ما يعني ولو بيتنسيم يعني هنايا ضروري تكون واحد الاستشارة ديال المختصة كينا لاميليس كان واحد العدد الكبير ديال سيتخونير كان واحد العدد الكبير ديال الأعشاب اللي احنا كنتقدرون أن نستعملوها واللي تقدر تكون عندها تفاعلات مع بعض الأنوية كذلك كان بعض خاصة في بعض الزويد الأساسية نذكرنا مثلا ليسيتون هاد ليسيتون فين كالقاهم كالقاهم في الزويد الأساسي مثلا ديال النعناعة أنا ذكرت اللي هو معروف فيه كتير هادو معروف عليهم على أنهم إبليبتوجين بمعنى أنهم هم يقدروا يتسبو لنا في الحالة ديال السرع ولو عند إنسان لي معمروا ما عانى من هاد الحال هادي لستعملوا واحد الكيميا كتيرا أما الإنسان لي فايتم المعروف على أنه عنده هاد مشكلة هاد فراسة التعامل دياله مع الزويد الأساسية كي خاصة يكون كذلك هنا عند مع مختص خاصة ليكون ضابط أشنا هما ليشنا هي التفاعلات أشنا هي وأشنا هي الأعراض الجانبية اللي قدر يتسبب لنا فيها هاد هاد الزويد الأساسي ولهاد الأعشاب هادي وهنا كن يعود رجعنا لهذا المصطلح الدائما كنا عاودوه هو أنه هاد لا ميتسين دوس يعني فاش كنهضره على هاد آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� آآآآآآآآآآآآآآآ كنه افتاح قنتفتحements التغذية مع و المخ ما هي التغذية ديال الأخت ولا ديال الأخ يعني مختلفين على الحال كيف ما كان نختلفه في البصمات فراحت التغذية ديالنا فالدات ديالنا كذلك مختلفة وتعامل ديالها يقدر مثلا نقدروا تناولوا أنوية كواحد للطبق يقدر أنت يتسبب ليك في بعض المشاكل ونميتسبب ليك في نص الطبق نفس الكيمية ونفس الوقت وكل شيء يعني احنا الدات ديالنا مختلفة وبالتالي فالتعامل مع كل إنسان إنسان في التغذية نعم دكتور عبدالخلق رمضاني معنا أسماس من عند مستمع كيقول أنه كان عاني من السيلان ديال الفم ديالي خوصا في الليل وقال أنه هاتش مقلقوا بزاف نصحوا بعض الناس على أنه يأخذ طريفات ديال الحامض وكيبيتهم في الفم دياله قال ماقدرش يعمل هاد الامر حتي ستاشر مع برنامج صحة وسلامة فقال واش يعمل واش ممكن تساعدوا ولا لا السيلان ديال الفم خوصا في الليل يعني قال احساس الصباح يلقى هاد المسائل كله على وسادة دياله كده ومقلقوا هاد الامر ب زفر. интshell هنا غالبا نظر هاد انه غالبا غالبا غذ يكون عنده مشكل ديد الالتهاب لتا. يعني مش مشكل تعافوني وش مشكل ديال اسنال وش مشكل يعني هنا ضروركل واحد استشاره ديل مختص بهذا الاتجاه هذا وربما واحد العدد الكبير ديل أحين يكون واحد شوية ديل الادوية يعني واحد لعلاج وتكون نتجة مزيانة. فيما يخص الاستعمالات ديل الحامض يعني كفهنية الحامض يعني باش ك�ルت تعمله في الفم ديالنا فراه هو كيف مذكرنا في هو كيكون واحد درجة كبيرة من الحموضة في الفم ديالنا وبالتالي كيقدر هو يتسبب لنا هو فعلا واحد لتود واحد لتود كلينيك ملتي الصندق معنى الدارتف واحد العدد الكبير ديال المراكز واللي هي اللي هي ادوبت اللي هي صادقات عليها لا كوميسيون اوه وشني لا كوميسيون اوه هي واحد المنظمة المانية عالمية اللي كتابعت دم الدراسات اللي عندها علاقة مع الأشاب طبيعي واللي تبتات على انه ملابين منافع ديال ديال السيتروس ديال هو انهم انتي بيوت انتي ميكروبيان لارج معنى انه يقدر يحارب واحد العدد الكبير ديال ديال الميكروبات بكتريات فيروسات طوفيليات اوه العدد الكبير ديال ديال الجورثومات ولكن الاستعمال ديال التعامل معهم هنا خاصه يكون يا اما بعد عن طريق زوجة اساسية يعني تكون طرق اخرى اللي يستعمالها بخلاف هاد القضية ديال انه يحط واحد طرف ديال الحامضي بيتوفهم انا كننصحوه كدليك اللي بغي يستعمل بين اضافة الاشتشارة ديال المعالج ديال انه يستعمل بعض الاشتشارة الطبية فكننصحوه مثلا باستعمال ديال ديال اللي ينقع واحد شوية ديال ازير اذا ازير يترقد ديال ازير ولا قدر ازير ولا الطريقة القديمة اللي كانت كتستعمله هاد الزعتر ستعمل يقدر يكون هاد هذه الخالط هادو فهد الخالط هادو من بيدي الحويجات اللي يقدر يستخلصهم لنا لتيمول ولتيجانوري نوميا وواحد ديفينو اللي معروف عليهم انهم بكي حربوا وكذلك فيهم مكونات مضادة للتهاب ومضادة الواحد العديد الكبير ديال البكتيريات نعم ويقدر هادو يستعملوا هاد الخالط اللي هو بسيط طبيعي يقدر يستعملوه كمضاد للتهابات نعم ويستعملوه في تشلال ديال فم دياله ويقوم من بعد باش يقوم بتنظيف ديال الفم دياله عن طريق بينسيول الفرشات وطريقة الهجمال راجعلك دائما دكتور عبدالخالق الرمضان يا اخي سيفتغدي والعلاج بالمواد الطبيعية دائما في حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة على الإذاعة القريبة منكم ما يتغادوا فاصل ورجعلكم بقوا معنا بقواة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة على الإذاعة القريبة منكم بقواة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة رقم توصول معنا دائما مفتوحة 0522-42-52-51-52-0-0-0-0-9 عن طريق الرقم 5080 في أول اسمس كتبوا كلمة صحة خليوا فرق صغير وبعتوا بالسؤال ديالكم من هذا الرقم معنا اسمس الدكتور عبدالخالق من عند إلهام إلهام كتقول أنا حمنا في ثلث شهور وما زال في الفترة ديالوحم كتاخد الحامض بزاف فهي كتسول كتقول ماشي على الصحة ديالي أنا ولكن على الصحة ديالجانين واش ممكن يكون عنده تأثير إذا بنسأل السيدات اللي كيجوا من الوحم على الحامض سوى القشور للعصير ولا هكذا كترفات ديال الحامض نعم بدون أي تخوف لأنها بس كتر صعيبة لأنها توصل لواحد الكيمية اللي هي كبيرة بزاف يعني واحتل العصر ديال الحامض فهو بالعكس وهو مزيد لسيدة الحوامين هنا نيت سيدة حاملة مزيد لها دك المشروب اللي احنا ذكرناها كبيرة ديالسكين جبير فمزيد أنه يكون هاد الخالط هادف فغادي هنها كذلك محمل عادة كبيرة ما عيش نذكروا به مرة أخرى دكتور عبدالخالق كنا زوج حسد ثلاثة ديال جذورة ديالسكين جبير كان حكوهم تكونوا حكوكين في الحكاكة كان رقدوهم في إطرونس ديال الماء إطرونس ديال الماء لكيكون طيب يعني خلغ ندروا منها فيزيون كيكون مغلي ومن البعد كنضيفهم لي ونخليهم كيباتوا فيه حتى يبردوا مزيان مزيان كاريمو أن احنا إلا بردلين واحد شو ينكملوه في فتلاجة برد مزيان وطلق الواحد اللي عاد جميع المخوين المتاعه من البعد للوندو ما كنصفعه هذي ببا موقع مسألة نسينا مذكرنا هذي كنصفعه في واحد مثلا نحنا العادة ديالنا كنصفعه في زيف ديال حياتي هنا كيبقى عندنا عارل الماء بوحده يعني عارل النشروب بوحده وكنضيفو لي العصير ديال الحامد إش هتقرب الكمية دي العصير الحامد نقدر نضيفه؟ في الضوء ديالنا كما تقنل لحسب المدى الضوء تيال كل واحد فينا كيبقى الحامدولي كيبقى يكون على واحد النسي ما نفعه وكنضيفو ليكن من ناحية أنا بعض تسلقارنا كنفضل لأنه اللي كان الإمكاني ديال ان احنا اللي بغينا ذاك لوكو سنشربوه بشوية ديال السلحور فهو خاصة سيد الحامل كيكون مفيد لها كين امور اخرى دكتور عبدالخلق رمضاني اللي ما عنداش علاقاب دراسات او لا اثبتها الطب ولا هذ المسائل كلنا خديناها كموروط يعني ورتناها من جدودنا كنا كنشوفو زمانه وربما ما زال بعض الناس لحد ديالان لما كيضرهم راس ديالهم ذاك الصداع ديال الرأس كيستعملوا طريفات ديال الحامض وكيحزموا راس ديالهم واش فعلا الحامض عنده الدور ديال انه كينقص من الصداع ديال الرأس انا هذ المسائلة هذي ربما احتل كنقلبو الاشي حاجة كي يغفخي الشيسون سي حاجة لكي تبرد وخاصة الى لاحظنا احتل المواقل البلايس فين كنحطهم فرا نقاط نقاط اللي هي عندها علاقة مع الطيب الصيني يعني كما كنعرفو في الطيب الصيني يعني خاصة كين مناطق كان مناطق ديال الميريدين ديال المسارد ديال التاقة في الطيب الصيني اللي عندهم مع علاقة مع المشكلة ديال الرأس مشكلة ديال الشقيقة اللي فهما في حل النقاط اللي هما فعالين وكنلاحظو لانا كين كم الغير ان احنا نستعملوا ليباري ولا الزيقوي باش ننقيسو في هذي النقاط كين كذلك طرق اخرى من منها مثلا انها يكتمل استعمال عر دلك او لا استعمال شي حويجات مثلا من قبيل الحامض كنلاحظو على ان في واحد في بعض الاحيان كذلك اللي كيستعملو عر واحد تموغصو طريفات ديال البطاطق كذلك كستعملوها في نفس النقاط الا لا لاحظنا ما كستعملوهاش في الراس كامل ولكن كستعملوه في واحد النقاط اللي هي معينة غافخي شي صونت كتبرد وبطبيعة الحال نتيجة اللي كنتنتج على هذا الشي هو ان احنا كننقصوم الحراق ديال الرأس نعم بالنسبة للخل بدنا كنسمى مؤخرا عن الخل الابيض وبزاف ديال السيدات كنشوف انه دائما كيكون حضر عنده مفضر وكيستعملوه هذا بالاضافة للخل عادي بطبيعة الحال اولا خل تفاح دك الموضاف ديال الخل على الصلطة مثلا نحنا بعض الانواع ديال الخضر الى حضرناها دكتور عبدالخلق رمضانيوش ما كتخليش هديك الخضر تفقد القيمة الغذائية ديالها كن الخل كنا طرقنا له وطرقنا الفعالية المفعول دياله على في الجهاز الهضمي خاصة على انه كيخلي الهضم يدوز بواحد اليسر يعني مندوش بواحد اليسر كيدوز بواحد اليسر وبطبيعة الحال حتى متوسوس كيكون بوامتد على واحد الوقت الي هو طويل يعني كيخلي هاداك الشيء اليس كنستعملوه حتى من الناس الي كيباغيني كيدخل في النمط ديال العيش كيما كدكرناه بي ذاك النظام الغذائي فخاصة النوع ديال الخل ديالتفاح وهنا يعني الإضافة دياله في هذا بالعكس فهي ما هي إلا منفعة واحتمنا حيث التفاعلات ديالهم واحد العدد الكبير ديال اللي نتخيمه اللي هما المواد اللي يعني المواد الغذائية اللي كيناع النفط ديال ديالنا فلي كتستافد من هادا ديالنا فتلون تخيمه ما كيناش يتفاعلات مع هاد مع هاد مع هاد الخل كذلك أنا بالنسبة لي الخل اللي هو كيبقى واحد يعني واحد الاساس واحد الاساس اللي هو مهم اللي استخلاص واحد العدد الكبير ديال المكونات من من أعشاب تبية من من جميع الحويجات اللي احنا كنبغو نستبدو منهم كيف ما كنعرفوه فزمان بوسكو ذكرنا زمان وذكرتين الموروط الثقافي ونا نسميه الموروط العلمي فرقلق واحد العدد الكبير ديال المعلومات اللي يتوارتوها والدنا او جدودنا واللي دازت عبر الجنرازيون الجيال واللي بقات محافظ عليها حافظوا عليها علاش لانه را واحد العدد الكبير ديال الممارسات اللي كانت اشنو اللي بقى منها بقى منها هادك الممارسات اللي هي نافعة يعني للأسف هادك احتى هي را عندها واحد القيمة علمية أكثر يعني احتى الموروط را هتوار المصنف على انه علمي خاصة تملك نلقى واحد التجارب ديال اللي امتدات على مئات سنة يعنيين ديال تجربولي اعطات المنافع انتعه نعم اذا كانوا كان الاستعمال كان مثلا طروق تيل الاستخلاص مثلا ديال بعض المكونات اللي كان عندنا في العشاب طبية منهم مثلا احتى الحواميد منهم عشاب طبية اخرى مثلا من النعناع من القصبور من الآزير يعني جميع الاعشاب اللي كنا كنستعملوهم فكان واحد بخوصة ديالي هو نوع من الترقاد نوع من الترقاد ولي كينفاش كانوا منسبة للغرب كانوا كيستعملو الاركول الاركول اكد غفين ديزنف دوغري يعني تقريبا بعض المرات كنشي سرها تسرها واحد درجة كبيرة وهنا باش كيستخلصوا واحد مكونات اللي كيسموه وهدي كتكون فيها واحد المكونات اللي هي ديال الاعشاب طبية اللي كان قدر نستعملوها لواحد المدة اطول وكتبقى القيمة ديالها كتبقى نحافظو على الواحد المدة اطول كينا عندنا الباديل هو نستعملوها في الخل منهم الخل ديال الجفاح طريقة بسيطان يعني تقريبا واحد الكيمية تقريبا ديال 30 جرام ديال العشبال اللي حنا غادي نستعملوها نكونوا نقيناها غسلناها نشفناها مزيان يعني كساسو الوراق ديال ازير ووراق ديال نعنع ولا التوم نشفناها مزيان بالبعد هديك 30 جرام كنضيفوها لها واحد الكيمية تقريبا ديال 150 جرام ديال الخل ديال الجفاح وكنخليوها في واحد من الاحسان اللي يكون واحد الزجاج ليكون عنده لون يعني بشكل قسلين من الاشيعة ديال الشمس وبطبيعة الحال من الاحسان نحنا نخليوها في واحد بلاصة يكون نسبيا مظلمة يعني ما فيهاش بطبيعة الحال من القبل نكون نسخناه واحد شوية عمل احسن باش نسرعهم الوطيرة ديال الاستخلاص ديال المكونات ومرة مرة كنحركوه كنحافظو عليه واحد المدة ديالستات الاسابيع وهدي طريقة اللي باش كنستخلصوه يعني واحد المركز ديال ديال الاحشاب اللي احنا كنبغو نستفدو منها وهناك يبقى هادي كنبغو نضيفوها حتى لبعض مثلا المركز ديال الخزامة يعني بيتشكل هادا اللي كنبغو نستعملوه حتى لباش نعالجو به بعض الاحيان بعض الحروق كنضيفو له بعض المرهام وذلك شي ولي كتكون عند واحد الفعالية ممتاز شكرا لك دكتور عبدالخالق الرمضاني أخي صائف تغذية والعلاج بالمواد طبيعية لكل نصائح والمعلومات اللي كانت تعطيها هنا في كل حلقة وفي كل موعد معك شكرا لك مرحبا حنا وصلنا الختام حلقة اليوم من برنامجكم صحة وسلامة إن شاء الله موعد جديد مع موضوع جديد كيهم الصحة وسلامة ديالكم فالحلقة ديالغدة لكم أطيب وأرق تحية من عفاف ماجد كانت معكم في الإعداد والتقديم مجدولين علم الإدريسي لرفقتني في الإخراج والسنحة كانت في استقبال مكالمتكم سيما مقبول إن شاء الله صبيحة سعيدة إلى اللقاء